نستضيف بألاف اليوم سيدي نادا عاد رئيسة مهرجانات غالبون يلي دايما غالبون عندها نشاطات كثيرة اليوم مش رح نحكي عن المهرجان ولكن رح نحكي عن اليوم الرياضي اللي رح يصير بـ 19 شهر نهار الأحد خبرنا عنه أكتر بالتفصيل أهلا وسهلا فيك نشاطاتكم دايما حلوة نشاطاتكم دايما فيها أجواء كمان جميلة نهار الأحد بمناسبة للإستقلال رح يكون فيه هالنشاط الرياضي أكيد بالتعاون مع بلدية غالبون وجمعية سباق القمم وبمشاركة وحضور العميد شامل روكوز وللسنة الثانية على التوالي رح نقوم بهالنشاط يلي هو هايكينج حتى المسار سميناه مسار الاستقلال لأنه رح ناخده مثل الريتويل يكون كل سنة يكون عنا هيدا لنشاط الرياضي نحن بغالبون مبدئيا كنا عم نشجع كلجنة مهرجينات وبلدية غالبون أكيد متعاون على طول بكل نشاطاتنا إن كان سقفية رياضية ترفيهية جميع أنواع النشاطات صلنا تقريبا شي سبع سنين عم نقوم بهالنشاط الهايكينج بس اعطيناها الصبغة لعيد الاستقلال هذه السنة الثانية عندنا باركور كثير بروفسيونال رح يكون كناية عن 16 كيلومتر رح يكون هذه السنة بيمرق بكذا ضايعة رح تكون الانطلاقة من سيدة الحوش التلل صارت مشهورة لأنه نعم نقوم بالمهرجينات عم تكون فوق الانطلاق من سيدة الحوش ننطلق من نمرق من غالبون نروح على بيجة بيجة عين كفاع عين كفاع معاد معاد نرجع على غالبون على كنيسة مرجريس وهونك يكون الأريفة نشاط رياضي وعالطريق مناظر عن جد رائعة مظبوط ومن سيدة الحوش كمان مناظر يعني مش عادي أبدا نشوف أنه عن جد هيدا لبنان حلوة مظبوط أكيد كل المشاركين يلي شاركوا معنا بسنين القبل وحتى سنة الماضية لأنه كانت كثير منظمة وأكيد مع الجمعية سباق الخمم يلي هني أشرفوا كمان على هيدا البركور من ناحية التقنية من ناحية سلامة العامة كمان أكيد وأكيد سيكون معنا صليب الأحمر يلي مرجح لهم التحية والدفاع المدني يلي كل سنة جميع أنواع نشاطاتنا بيغلبون بيكونوا معنا وإيدنا بإيدهم بدي أحكين شوي عن البركور والتجمع والهيدا العالم يلي ما بتعرف وين غلبون غلبون هي ضايع بقضاء جبال الطريق كثير هين لأنه صار فيه أوتوستراد وطرقات مسهلة ورح يكون فيون يطلعوا من الأوتوستراد من مفرع عمشيت من مفرع عمشيت للوصول لغلبون رح يكون مليان بانويات وإشارات بيدلوا كم كيلومتر صار فيه ويعني نواية يضيعوا بيوصلوا على غلبون المواقف مأمنة بطلبوا من الكل أن يكونوا سبعة سبعة ونصف ماكسيموم موجودين فوق لأنه رح يكون فيه كلمة للعميد شامل روكوز وثمانة على قد من الانطلاق من رح يكون المشتركين ولازم يكون فيه اشتراك قبل لا مش ضرور يكون فيه إذا فيه أحسن لأنه نحنا بعد العالم يلي عبيلا تشارك ومتأكدة فيها تتصل حطين نحنا أرقام التليفون تتصل لأنه نحنا بعد الإيفنت رح يكون فيه توزيع ميداليات رح يكون فيه توزيع دروع وعاملين ترويئة مثل هذه السنة كمانا يعني دجابة خلصوا الظهر وأصلا كمانتا نكون لوجستيا جاهزين لأنه كل المسار المسار الهايكينج مسار الاستقلال رح يكون فيه كيوسكيت بيعطوا ماء بيعطوا جوز ولوز بيعطوا موز كل شيء بروتيين وإذا بدك بيعطوا أنيرجي تتقدر العالم تكمل إذا بدك العالم يلي فيها تشارك جميع الأعمار أولا وجميع إذا بدك الليئة البدنية فيها تكون مش ضروري يكونوا مكسيمون بروفشنل هذه السنة شارك معنا عالم أثلاث يعني هنه أكيد رياضيين بامتياز وعالم عادي مش ضروري العالم كله كمان تقطع 16 كيلومتر هذا اللي بدي فسرهم لأنه رح يكون فيه شورت كاتس العالم يلي ما بتقدر تكمل فيه اكزتس وسيارات وبساط بتخدهم ترجع على الريفير برجع بيكملوا لأنه أكيد مش كل العالم فيها مش رح يلحق وين نتعب بنرشع مش كلهم رح يلحقوا يعني كل التراجع يعملوا مع العميد أكيد لأنه كمان فيه فريق متخصص بهالرياضة أكيد بيكونوا هن بيعملوا 16 كيلومتر السن الماضي كان كمان سبق لا نعم ما بنعتبره سبق نحنا بنشجع العالم تعمل رياضة وتتمتع بهالمناظر لأنه حتى السن بنقين شي سبيسيال رح يكون نقطع بالوادة بالنهر يعني مناظر طبيعية نحن نفس الوقت سوف نرى بعض الصور من السن الماضي يدخلنا كيف كانت الأجواء وطبعا يعني هالنوع من الرياضات بيحبزوها لكبار وصغر مظبوط وينبسطوا لأنه أول شي رح يكون في عنا حضور كاسيف هذه السنة كان وهم بايا معنا رئيس البلدية أستاذ إلي إلي جبرايل يلي أكيد هو بيشجع هالشي ومن الداعم الأساسي هون ما رأنا بنهر غالبون كانت كل العالم مبسوطة والحمد لله مصر عنا ولا أكسيدان كل التيم جاهز وأنا بدي وجه تحية أكيد لكل الشبيب يتغلبون والفريق اللي بيهتم لأنه نحن عنا كذا لجنة وبدي وجه تحية للجنة الهايكينج يلي أكيد عطول بيتعبوا معنا وبينسقوا أنا أعرف أن الطرقات أمنة هيك أكيد مثل اللي شفت المسلك معروف يعني المسلك معروف وهنا صاروا عاملين على تس ما فيه مفاجآت أبدا لا حمد الله وحتى يعني من جمعية سباق الكمام طلعوا شيكوا كمان لأنه بيكون فيه تقنيات معينة بالطريق نازلت إذا فيه شيء محلات منه كتير هينة بيسهلوها كمان ورح يكون فيه عالم بتوقف على كل بوست بتقدر تساعد إذا حدا تعب ما أنه قادر يكمل حدا مش قادر بقى يمشي بيحملون الحمد لله يعني هذه السنة مصار عنا أكسيدونات آه كمان فيه أجواء نعمل أجواء عطول يعني مضطرين نعمل أجواء شوي تفرح يعني مع كل هذا الضغط الموجود بالبلد وبتعرفي ضغط المدن منطلع على الجبل تحس الواحد بياخد نفس شوي صحي ممكن أن نشارك السنة الماضية يعني من المناطق المجاورة أكيد أكيد هذه السنة شارك أكيد فعاليات المنطقة كلهم وزعنا هون الدرع أستاذ إلي والعميد بيشاركوا كل فعاليات منطقة جبال مش بس أنه قضايع تغلبون والضيع المجاورة أكيد بتشارك عطول معنا وبكل أنواع النشاطات وأنا بدي أوجه كمان من منبر الام تي في بدي أدعي لكل أنه يشارك معنا بهالنشاط لأنه أول شيء المشاركة حلوة من تغيير جو أكيد وجو طبيعي وحلو ونكتشف سوا أكتشف منطقة رائعة كمان يعني كمان حلو نكون عم نكتشف في لبنان وبهالطريقة لأنه بالسيارة ما بتكتشفي شيء يعني كثير على قد ما رح تكتشفي يعني نحن أولاد الضائعة نحن أولاد الضائعة وفي محلات منتفاجأ أنه يعني حتى فيه أشياء أسارية قديمة يعني موجودة بغلبون هيك كمان وخصا أنه هالترويئة هالترويئة نعم هالترويئة نعم يعني منبقى لبعض الظهر ومن شاء الله مثل ما الله بريدي يعني بخصوص التقس هلأ متوقعين أنه يمكن يكون فيه شتي بعض الظهر بس نحن شو ما كان حال التقس هلأ ما رح يكون فيه يعني طوافان ومن ميلة ومن ميلة تاني الهايكينج يعني تحت شوية شتي مش كتير حلو نحن رأيك نحن بكل رح يكون بكل الأجواء رح نعمل الهايكينج مستمر نعم وين رح يكون الترويئة بساحة كنيسة مارجريس وأكيد رح يكون في عنا غرفة عمليات على تواصل مع كل الساكبرز وكل البوستات يعني هذه السنة كان كتير ناجح وكان عنا طاقة إعلامية كمان كل بيطلع بيشارك بيشوف فإذا الانطلاق هو على الثمانية ثمانية سبعة ونص التجمع بكلمة العميد ودغرم ننطلل لأنه ما فينا فيه توقيت محدد ما فينا نخرب فيه أبدا وامت بتتوقع وانو بيكون تخلص هلأ بيأخذ 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 الباركور شي ثلاث ساعات بيأخذ للي يمكن كتير سريع للي يوصلوا للآخر للي يوصلوا للآخر سينو فيه عالم ثلاث ساعات بيكون بعضها بنصوا بس بيرجعوا بس الزاة ثمانية يعني 11 11 ونص بيكون جاهزين على الترويئة شرفونا وإن شاء الله الكل يعني بيشاركوا من بسط وأكيد نحن ندعيك إستكاتي يعني شفناك بالصيفية أكيد منطقة رائعة كل حال كل منطقة جبال منطقة رائعة كمان طبعا حلو نكون كمان موجودين سواء وكون عم نلتقى على أشياء حلوة خاصة بالأجواء المتوترة اللي عنا شوية رواء وسلامة طبيعة بلبنانية اللي عن جد رائعة جدا ضروري اللي نكون عم نكتشفها وبنفس الوقت الرياضة شغلة كثير مهمة وكثير حلية مفيدة تحفيز على الرياضة بمنطقة جد مناطق كثير حلوة بلبنان فبعود المشي فيه الصعوبة بيصير متعة تنسي ثلاث ساعات بيمرقوا بدون ما تحسين مع كل الضغوطات الموجودة بعتقد أنه هك عايزينا عايزينا أكيد ندعاد أهلا وسلام فيك رئيسة مهرجانات غالبون أكيد المهرجانات بدأت تحضرولها بلشنا أكيد عم نعمل اجتماعات لأنه من هلأ بيبلش التحضير الفانيو تقريبا شفتيها هذه السنة وأكيد هلأ عم نكبر ونحسن وبلشنا مع الارتس كجو وإن شاء الله ضل الوضع منيح ونقدر نحتفل كل لبنان يضل محتفل ونعيد استقلالنا كمان وكل شي كنت أمام شكرا لقالك وقفها ونرجع منتبع نحن وياكم ألاعيف خليكم معنا